افتتاح القنصلية اليوم الحكم الذاتي التي اطلقها المغرب الشقيق والتي تمثل الحل العملية المنطقية لهذه القضية الاساس فنحن في منطقتنا العربية بشكل عام نحتاج لان نوحد جهودنا نحتاج لان نركز على مواجهة ما نواجه من تحديات مشتركة وكلنا يريد ان نتجاوز التحديات وان نتجاوز التوترات حتى نستطيع ان نقدم حق شعوبنا جميعا في الحياة الفضلة الحياة الكريمة التعاون ما بين المملكتين ينطلق من توجهات دائمة لصاحبي الجلالة علينا ان نرتقي بالتعاون في كل اوجه لما يعكس هذه العلاقة التاريخية ما بين صاحبي الجلالة ما بين ابناء العمومة ودائما عندما يتحدث جلالة ملك عبدالله الثاني يحفظه الله عن المغرب الشقيق يتحدث عن العمل مع ابن عمه من اجل خدمة مصالحنا المشتركة كمملكتين شقيقتين ولكن ايضا من اجل خدمة قضايا العربية والمملكتان دائما دور سباق في خدمة كل القضايا العربية وفي تعزيز العمل العربي المشترك والوقت الان يستدعي المزيد من هذا التعاون والمزيد من التنسيق والمزيد من التضامن العربي في ضوء ما نواجه جميعا من تحديات كبيرة اذا ما تعاوننا ازاء جهود حلها استطعنا ان نحقق الامن والاستقرار وان نبني البيئة التي تتيح التقدم باتجاه التنمية في جميع مجالاتها التواصل والتنسيق بين معالي اخي العزيز وبيني تنفيذا لتوجيهات صاحبي الجلالة مستمر نتحدث في كل القضايا على المستوى الثنائي كانت هناك قمة اردنية مغربية في الرباط العام الماضي هذه القمة وضعت خريطة طريق واضحة لزيارة التعاون في جميع مجالاتها الاقتصادي الاستثماري السياحي الثقافي واكدت ايضا اهمية التنسيق ازاء القضايا الاقليمية اليوم كان ايضا اضافة الى افتتاح مبنى القنصلية العامة للمملكة كان فرصة للحديث حول الخطوات التي يجب والتي نعمل على القيام بها من اجل ترجمة العلاقات الراسخة ما بين البلدين تعاونا مثمرا ملموسا ينعكس خيرا على بلدين ويخدم مصالح المملكتين ويصبوا ايضا في خدمة المصالح العربية بشكل عام فتحدثنا عن زيادة التعاون في جميع المجالات اقتصاديا استثماريا سياحيا ثمت عديد اتفاقيات تم انجازها ونأمل ان شاء الله ان توقع في اقرب فرصة ممكنة وثمت اتفاقيات اخرى نعمل على انجازها